السلام عليكم مشارككم إن شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة وأمركم بخير في هذا الشهر الفضيل اليوم إن شاء الله مواصلين أيضا مع حلويات العيد حلوة اليوم هي حلوة البيمو والعسل هذه الحلوة المعروفة والمشهورة بنتها وصفة بزيف هيلا حبيت أني نذكركم بها أيضا نعطيكم طريقة السهلة والبسيطة بسم الله على بركة الله نبدأ بالمكونات هذه الوصفة نحتاج إلى 250 جرام من الزبدة الطارية وإلى أهم مكون لسمية الوصفة على اسمه وهو بيسكوي البيمو هنا نحتاج إلى علبة من بيسكوي البيمو يعني نكون رحيتها مليح مليح فقط حنعت لكم علبة البيسكوي البيمو مع أنه يعني غني عن التعريف هذه العلبة ونحتاج إلى علبة كاملة هذه العلبة فيها 28.25 جرام كما راكم تشوفوا نحتاج أيضا إلى فرينا لنلموا العجينة إلى ثلاثة صفار بيض إلى ثلاثة مغارف كبار من العسل أيضا العسل من المكونات الأساسية في هذه الوصفة واللي رايح يخلينا نستغنيه على السكر بالنسبة للعسل عندي وصفة رائعة للعسل كنت ترسهلكم من قبل إن شاء الله ستكون في صندوق الوصف لأنه هذا العسل منزلي رايح نخلط الزبدة العسل ثلاثة صفار بيض مع بعض رايح نطلحهم بالباطير مليح مليح كما راكم تشوفوا فيما بعد رايح نضيف لهم بسكوي البيمو ونخلطهم أيضا مع هذو المكونات ونزيد نواصل في الخلطة كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا أيضا أنه لون بسكوي البيمو يكون بني ثم عنكم اختيارين إنكم تخليوا العجينة بهذا اللون وإلا ضيفوا لها ملعقتين من الكاكاو البني ولكن يجب أن يكون ذو نوعية جيدة ولونه بني أنا فقط في الصورة راهي بين كاكاو أسود ولكن صدقوني راهو كاكاو بني ونوعيته ولا أرواح بعد ما نخلطوا مع كامل المكونات سوف نضيف الفارينة الفارينة نضيفه معها نصف ملعقة من الخمير الكيميائية سوف نضيفه كمية الفارينة حتى نتلملي العجينة يعني ما عنديش مقدار محدد سوف ننضيف شوي بشوي ونلمها بأصابع اليد فقط بدون عجل استعمال أصابع اليد مش كف اليد كما راكم تشوفوا حتى نتلمليت والتي عجينة طارية في نفس الوقت مستماسكة ونقدر نطرحها ونقسمها هذا هو قوامها والان رايح نحلها بعد ما خليتها رتحت نصف ساعة يعني انتو ما غلفوها بكيس بلاستيكي خليوها تريح والان رايح نحلوها انا حطيت هنا ورقة طهيم نحبش نحل أبدا صابلي بالفارينة نحب دائما نحلو في بابي كويسون ولا ندير كيس بلاستيكي هذا هو المول اللي خيرتو مول دائري بسيط ولكن هو شوي كبير يعني ما هو شمول دائري صغير يعني الحب بزعنا راح تكون شوية كبيرة كما رايكم تشوفو رايح نطبع والعجينة نكون حليتها على سنك ملي مترين لانه فيها خميرة رايحة زيت تنزفق ايضا كتحطوا المول تاكم حطوا المول وهزوه مباشرة بلا ما تحركوا على العجينة اذا تحركوا راح يفسد الشكل فيما بعد يعني كل الحبه راح يكون عندها حجم مختلف تحطوهم في صينية خاصة بالفرن وحطوهم يطيبوا على درجة حرارة 140 حتى يحمرونها من الاسفل في الاثناء اللي كوني طيب فيه السابلي حنحضر كريمة الزبدة هذي الكريمة الرائعة جدا نحتاجوا فيها الى 100 كرام من الزبدة الى نصف كأس من السكر الناعم والى ملعقتين كبار من الكاكاو البني كاكاو هنا راهو بني فقط تعني في الفيديو راهو يبينلكم اسود يعني انا ما نشريش ابدا كاكاو الاسود نحس انه طعمه يعني مش مليح في الوصفات لذلك دائما الكاكاو البني مع انه في الصورة يبين اسود نحن طلحهم مليح مليح ولازم الزبدة تكون يعني بدرجة حارة الغرفة باش تجيكم سهلة تطلعلكم بهذا الشكل ثم اذا لقيتوا صعوبة تقدروا تزيدوا الزيت يعني الزيت ايضا يساعدكم بزيف بزيف انا هنازلت لها ربع كاز زيت فوليتلي بهذا القوام وقعدت نطلع فيها مدة 4 ساعة يعني كريمة الزبدة لازم تدي وقتها طلعوها على اعلى سرعة مدة ربع ساعة حتى تتحصلوا على هذا القوام وهنا نروح لأهم مرحلة بالنسبة لكم هي مرحلة القلاسات طبعا بعد ما طابلي صابلي رايح اندي القلاسات الشوكولات التي استعملتها هي شوكولات فيجيكاو بالحليب في الفيديو السابق سألتوني على لون الشوكولات لماذا راهو بني كثيرا من الأخوات كيروح يشوي الشوكولات ما ينتبهوش إذا راهي شوكولات بالحليب أم شوكولات سوداء شوكولات داكنة شوكولات داكنة سكون سوداء شوكولات بالحليب سكون بنيا وانا دائما نستعمل شوكولات بالحليب فلذلك يكون هذا هو اللونها وتكون لماعة أكثر بالنسبة للشوكولات والله نقطعها فقط إلى قطعة صغيرة نحطها في وعاء وفي حمام مائي نستعمل بوبلي بهذا الشكل وتقول لي عندي سائلة بدون أي إضافات لا ماء ولا زيز ثم بعد كاميرا نجيب الحبة العلوية فقط ونضعها في القلاساج يعني في قلاساج الشوكولات يعني الحبة العلوية فقط ونكمل كامل الحبات بهذا الشكل ورح أتجمت لكم بكل سهولة أحسن منك تضعوا الزيت والماء منزدوا الهويل ورحكم ستحصلوا على هذا القلاساج سيكون قلاساج لماع رائع والعملية ستكون بزيف سهلة لأنه سنضع قلاساج الحبة العلوية فقط فيما بعد سنضع خطوط من الشوكولات طبعا الشوكولات ستحطوها في امبوش وتحلوها شوية فقط باش الخيوط يكونوا رقائك وبتالي الحبات يكونوا ملاح كما راكم تشوفوا هذا هو شكلهم هذي كله ستحطو لها شوية شوكولات وفي الوسط ثم سقدروا تديروا أيضا حبيباس من الشوكولات كاديكور آخر سنشوفوه إن شاء الله في الأخير ولا يعني جوز ولا لكم الاختيار والآن نجيب الحبات السفليين والحمده نحط لهم في كريمة الزبدة أنا حبيت أني سهل علي العملية نحط كريمة الزبدة في امبوش ونحطها في الحبة فيما بعد نجيب الحبة العلوية هذا هو السبب لي خليني ندير يعني ندير لقلاساج الحبة العلوية فقط يعني حبة كريمة الزبدة تبين تحصل على شكل جميل يعني خلينا نغيره من القلاساج أنه يكون القلاساج الحبة كاملة حتى نحلو الحبة نشوفو الكريمة فهكذا يعني الكريمة توليت بين وشكله يكون مشاهي أكثر وأكثر بالنسبة للكريمة الزبدة تقدروا فقط بواسطة ملعقة تحطوها على الحبة ولكن كثروا كثروا لأنه بنينا بزيف كما رأيكم تشوفو دائما نحط الحبة العلوية نضغط عليها شوية بشروح هذاك الزائد والنحية بيدي فتكون عندي حبة متقونا ما شاء الله وهذه الطريقة راهي طريقة بزيف سهلة أن ينقراس الحبة العلوية فقط وهذا هو الشكل لهم يعني شوفو الديكور ثاني بليكم بحبات شوكولات بس ثلاثة في الوسط راي حلوة بزيف بنينا صدقوني رائحتها وهي الطيف في الفرن يعني رائحة المطبخ وليس رائحة جدو مشاهية حلوة بنينا على بالي أن الكثير منكم يعرفها فحبيت أني نذكركم بها أنه من الوصفات لبنينا لهذا العيد إن شاء الله يا ربي الوصفة سكون عجبتكم إن شاء الله تجربوها في الأخير نقولكم صحة فطركم سقبل الله منا ومنكم وإلى اللقاء